كافح كثيرا لكي لا يسقط حارب طويلا لكي لا يهزم لكنه أعلن آخيرا الشعور بالهزيمة لقد هزمته الظروف القاسية التي أعاقت حتى تسجيل اسمه كنازح من الموت الإجباري في بلد يتجه بسرعة بعيدا عن الحياة الصحفي والكاتب الساخر علي سالم الذي واجه الحرب والمرضى وقهر الحاجة وظل صامدا كغيره من رفاق المهنة لكنه الخضلان ما يجعل المرأة يخرج عن صمته لقد خذته وسبعة من زملائه جريدة الحياة التي ماطلت في دفع حقوقهم المادية منذ مطلع العام 2017 قررت أن لا أموت وأنا صامت عن المطالبة بحقوقي خاطب السالم العالم من صفحته على الفيسبوك مؤكدا أن خروجه عن الصمت أتى بعد طلبات كثيرة والسغاثات متكررة لجريدة الحياة السعودية التي ظلت تتفرق على مأساة مراسلها سالم الذي وصل به الحال إلى إعطاء الصحيفة رقم هاتف مالك البيت الذي يسكن فيه وطلب الانضمام إلى مجتمعات النزوح التابعة الأمم المتحدة علي سالم واحد من الصحفيين ضحايا انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب الناتجة عنه حيث توقفت المؤسسات الإعلامية مما أدى لفقدانهم مصادر رزقهم وقتل بعض الصحفيين وتشرد بعضهم وزاد من الصعوبة توقف المرتبات وانعدام فرص العمل هددت ميليشيا الحوثي والميليشيات المدعومة من الإمارات حرية التعبير في اليمن وفق تقارير دولية وأصبح الصحفيون في وضع تجاوز فقدان الحصول على حرية المعلومة إلى فقدان الحصول على لقمة العيش في بلد أضحى بئة طاردة لحرية الصحافة والصحفيين